مداهمات ليلية ونهارية لملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات في عدة مناطق من الديالة أسفرت عن اعتقال أكثر من 600 تاجر ومروج ومتعاط خلال الأشهر الماضية من العام الحالي مسؤولون أمنيون أكدوا أن أبرز المواد المخدرة التي يتم ترويجها هي الكيرستال والهروين مشيرين إلى أن تهريبها يتم عبر الحدود الشرقية للمحافظة باستخدام الطرق النيسمية بعيدا عن السيطرات الحدودية الرسمية تم الحكوم على بعض منعتهم واللي بالغ عددهم 300 متهم أحكام جنائية وأحكام أخرى تم القبض على بعضها إلى المتهمين وبصحبتهم مواد مخدرة حيث تم ضبط أكثر من 5 كيلوغرام من مادة الكيرستال و3 غرام من مادة الأفيون إضافة إلى الحبوب والمؤثرات العقلية تنامي ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتحول ديالة إلى ممر لنقل المواد المخدرة والممنوعة بات مثار اهتمامات النخب القانونية والمنظمات المدنية ما دفعها إلى إقامة ورش حوارية حول أسباب انتشارها بين شريحة الشباب بالإضافة إلى مناقشة القوانين العراقية والعقوبات الصادرة بحق المروجين والتجار وما يعيق تنفيذها المواد القانونية ليست ضعيفة في مكافحة المخدرات إنما هي صارمة جدا في محاربة هذه الظاهرة حتى تصل بعض المواد منها إلى الإعدام يوجد هناك دعم من بعض الجهات الحزبية وبعض جهات المجتمع الأخرى العشائرية في الكثير من الجهات التي تستفيد من انتشار هذه الظاهرة ناشطون مدنيون طالبوا الحكومة بدعم الأجهزة الأمنية بالمعدات المتطورة وتعزيز المناطق الحدودية للمحافظة مع إيران بالطائرات المسيرة وبما يتلاءم مع تفن أساليب الاتجار بالمخدرات وإدخالها إلى المحافظات العراقية نحتاج إلى استراتيجية أمنية على الحدود نحتاج إلى كاميرات نحتاج إلى طائرات مسيرة نحتاج إلى منظومات تكنولوجية تضبط الطرق التي يستخدمها المهربين ورغم وجود مستشفى خاص بمعالجة مدمنين مخدرات وتجهيزه بالردهات الصحية الخاصة والعقاقير لكن القائمين عليه يؤكدون عزوف المدمنين عن الدخول إليه تحاشيا للملاحقات القانونية وخشية من الأعراف المجتمعية التي تتيح لأفراد المجتمع التعامل مع المدمن بنظرة الإسدراء ويؤكد مختصون بالشأن الأمني أن التعامل مع تجار المخدرات ليس بالأمر السهل وقد لا يختلف عن مواجهة الخلايا الإرهابية خلال عمليات اعتقالهم بسبب امتلاكهم للسلاح والنفوذ بدعم من بعض الجهات السياسية والفصائل التابعة لها أحمد الرسام الحرة ديالة